مساء الخير قطران إسرائيلي أضيف إلى عيشة الأطران اللبنانية تسرب نفطي ضرب ساحل الجنوبي فتسبب بكارثة حلت ضيفة على الكوارث المحلية المتنقلة ومرة جديدة فإن فلانا راسل فلانا ووزارة خاطبت وزارة رؤساء استنكروا فيما حكومة العدو خصصت مباشرة ملايين الشكلات لتنظيف شواطئها أما الآلية في لبنان فقد اقتصرت على عدد من المتطوعين والغواصين والجمعيات الكشفية وبالطرق اليدوية وبالطرق الدولية فإن التسرب اللبنانية سلك جوجل ماب سياسي وتسلق مرتفعات بكركي لتأمين خط العبور إلى طلب النجدة العالمية وعقد مؤتمر دولي من أجل لبنان ودعما لمبادرة البطريارك الراعي حتى في الصرح اليوم وفدان قواتي واشتراكي مع التمايز في المقاربات وقال نائب كتلة جمهورية القوية أنتوان حبشي أن الراعي حاول بجميع الوسائل وعبر مبادرات عدة أن يكون صوت الشعب اللبناني وضميره للخروج من الأزمة وعندما لم يجد لصوته صدى لدى المسؤولين في السلطة توجه إلى المجموعة الدولية لكي يخلص لبنان من جهنم التي يعيشها فيما سعى الوزير السابق غازي العريض إلى لبنانة طرح البطريارك وقال إن فكرة المؤتمر الدولي هي محاولة لإعادة جمع اللبنانيين عبر تأثير هذه الدول سواء بالعلاقات المباشرة أو على مستوى القرارات الكبيرة التي يمكن أن تساعد لبنان عند تأليف حكومة وإذا سارت الأمور وفق ما اتفقنا عليه وخصوصا في المبادرة الفرنسية فلا أحد يتحدث عن الخروج عن وثيقة الوفاق الوطني وعلى رأسهم الراعي وقال جازما إن رئيس الجمهورية لا يريد سعد الحرير رئيسا للحكومة ووفقا لما استخلصه زوار اليوم في بكركي فإن سيد الصرح يستخدم آخر الإنذارات بطرق الأبواب الدولية ويمكن أن لا يكون هذا الطرح هدفا بحد ذاته وتوسلا لتدخل أجنبي أو لاستجرار حروب أهلية كما كان حذر الأمين العام الحزب الله السيد حسن نصر الله والدول التي تطلب بكركي مناشدتها سبق أن لعبت أدوارا بين اللبنانيين فصالحت زعماء وعقدت مؤتمرات واستدعت وفودا إليها وكل ذلك من أجل مصالحة قادة الحرب مع قادة حرب آخرين وهؤلاء هم أنفسهم من تسلموا مقاليد الحكم في السلم كما من خلف فوهات البنادق اليوم فشل الراعي في مسعاه للتقريب بين الميليشيات السابقة وبات يتعامل مع ميليشيا سياسية تقف عقبة في وجهه فإذا توافقت هذه العصابة تنتفي الحاجة إلى المؤتمرات الدولية وعليه فإن طلب النجدة العالمية ليس هدفا بل وسيلة لتوافق اللبنانيين فيما بينهم ولكن سيعلن عدام الأمل أم أنه يستدعي وسطاء سبق أن يختبروا ساحة التفاوض والنفس الأخير الذي يسير عليه البطريارك الماروني سيتطلب تبادل أنفاس سياسية من جميع القوى المحركة للتأليف الحكومي وفي مقدمهم حزب الله الذي لم يعد في موقع يسبح له بالقول إنه على الحياد لأن الدور المحايد سيكلفه اتهاما بالتعطيل وبمحابات المعطلين والوقوف على خواطرهم وطموحاتهم السياسية وإذا كان الحزب في منطقة وسطة فإن القوات هم الغالبون في حال قرروا مدى يد العون بدلا من التفرج على كسر عون وكفى بهلواديات على حبال الانتخابات المبكرة لأن الحل سيكون في قبضة معراب إذا ما أقدمت على ترشيح أسماء غير سياسية محايدة وأعلنت منح الحكومة الثقة وفق قاعدة الخبرة والنزاهة والاختصاص فأنتم غالبون ومعطلون وبإمكانكم سحب فتيل التعطيل ومع ددالت فلن تختلفوا بشيء عن جبران باسيل أما جريكم نحو الانتخابات المبكرة فالقوات لم تشجح حتى اليوم على انتخابات فرعية أو تدعم إجراءها عاجلا علما أن هناك تسعة نواب مسيحيين قد شغرت مقاعدهم فعن أي انتخابات تتحدثون وعن أي تمثيل للمسيحيين فيما انتخابات طالبية جامعية ونقابية قد جعلتكم وجميع الأحزاب خارج الصندوق ترجمة نانسي قنقر